السلام عليكم. السواح الخير. يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد. فيديو حماسي. بص يا جماعة. احلام طبعا انتوا عارفين ان هي مسافرة ولسه قدامها شوية عشان تيجي. من ساعة ما سفرت سحلان انا في مشاوير بقى. ايش مش عارفة اروحي للبنك. ايش مش عارفة تعالي مش عارفة بس انا بقول كده كده دي اني نزلت مشا شوية. انا دلوقتي رايحة زايد. اه خلصت لاحلام حاجة هناك. وهعد اجيب شوية حاجات. فاشاركوا بقى معي يا يومي. ودرمختي. وكل حاجة. عايز اقول لكم على حاجة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك. واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يبصل لكم كل جديد. ودي اهم حاجة. اهم حاجة. انا وش الفترة دي تعبان. اه بستخدم كده مؤشر لوشي فامطلع لي كل الحبوب اللي تحت الجلد. اخلص بقى تأشيري ده. واروح عمال جلسة لازر فراكشنال. عشان ايه? اروأ الدنيا شوية. بلاس الدايت اللي انا عاملاه. اه اللي تلقى اه بقى. تعباني الزيادة. مع اني تعبانة الفترة دي. يعني الفترة الكم يوم اللي فاته دول. رجعت انتظم على برشامة ضغط تاني لان ضغطي كان عالي قبل درجة جسمي مش حاسس بيها. فروحت للدكتور فالدكتور قال لي اه اه لازم تاخدي برشامة لضغطه وتنتظم عليه لان ضغطك عالي جدا. وجسمك مش مديكي اشارة ان كنتي تعبانة. يعني انا ضغطي مية وتمانين مش حاسة. بدأت تصدع. فطبعا ده خطر جدا. فانا دلوقتي نزلت الواحدة. حاسة ان انا يعني انا مفتقدة احلام طبعا. وكل حاجة بسبب احب الهدوء. على ما كانت شمت ديان هدوء خاص. فانا دلوقتي ااخد بعضي. واروح على زيت. ان شاء الله اوصل بالسلامة. واشوف حاجة بقى افطرها. وقضي مشاويري. واليوم يبقى جميل. يعني حاجات كتيرة. في الله بينا نبدأ يومنا. اللي ان شاء الله هيكون جميل. ويلا اخدكم معي نواردة في رحلتي التي بدون احلام. طبعا احلاموا حاجتني قوي 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 طبعا. كل يوم بقى اتكلمت. ولي يا يلا ابنا. فيلا بينا يا جماعة. آآ نروح نشوف يومنا. يلا بينا. بصوا يا جماعة انا دلوقتي وصلت البنزينة. هاشرب حاجة. عشان افوق شوية. هاشرب قهوة باللمن. بسكر دايت. اوكي. اوكي. هاركن بقى. وادخل. اجبها من سلينترو. حب حبي بقتل. مش. بس يا جماعة. هروح اجب القهوة. واشربها. وعلي كده نروح نشوفنا بقى. يلا سلام عليكم. بصوا جبت قهوة. سكر دايت. مش معنى ان هو دايت ما حطش اربعة برجة. بصوا بقى. بصوا بقى. بصوا بقى. بصوا بقى جايت صحي. فيت صحي صحي. بطلع باشرب القهوة برا. يلا بينا. جيت يا ولاد. احتاسي قهواتي. حلوة بس انا بالنسبة لي انظر ان احلى اللتي باشربه بصراحة. طبعا. بعد دا العادي ستاربوكس. بس خلاص ستاربوكس مش في حزبتنا. والإضاءة ما اللي هعملت يجي كده كده ليه. خلا دلوقتي بقى يلا هتحرك. وأروح على آآ البنكة شوف احلام عايزان اعمل لها ايه هناك. وبعد كده نقضي بقى يومنا مع بعض. خصوصا اني اكتشفت ان ارده دا الفالنتين وطبعا حاجة احنا مناش دعوة بيها. احنا ماشي. احنا ناس مناش دعوة بالفالنتين. اوكي اوكي. يلا بينا. وكلنا على الله الحول على قوة. ده الا بالله. يلا. بص يا جمان خلصت كده مشوري في البنك وخلصت كل حاجة. راحة فين مش عارفة. احنا مش عارفة اتحرك دلوقتي اروح فين. بس غالبا اروح هايبر. مفكر اروح هايبر عشان اجيب شوية حاجة للضيت عايز اجيب تفاح. وبصراحة التفاح اللي عند الراجل بتاع البيت مش بيبقى حلو امي. فتعالوا نروح بقى نجيب تفاح. واجيب لبن لتوتا. عشان هي ما عندهاش لبن. ونروح. يلا بيه. فين يا جماعة انا اول مرة جي هايبر واركن تحت في الجراش. سواء مع نفسي او مع اخلاف. انا ركنت العربية هناك كده. وطلعة. ولقيت عربيات اللي هي بتاحت التصوك والدنيا جميلة وما فيتش زحمة ليه مبنركنش تحت. هدخل بقى جيب شوية حاجات من جوة وريهلكم. وبس. يلا بيه. اه في حاجة اللي دخلها لها مخصوص. يا رب لقيها وريها لكم. يلا بيها. انا جبت الفينو ده. هما كانوا خامسة باربعة. جبت الفينو ده. وجبت الزبادي الهلاك دي لي. وجبت الزبادي دي التالية. ده زبادي اوه ده زبادي بالادي. وجبت اثنين رز بلبن برضو التالية. وجبت واحدة عشورة برضو التالية. وجبت زازة زيت. بصبعة وخمسين جنيه. كلهم باشتري ازازة زيت. انا مش فاهمة في ايه. وزازة ملح. آآ علبة ملح. وجبت كمان واحد فلفل اسود. ده بتلاتة وتلاتين جنيه. هي هي زي عند الرجل العطار بالزبط. جبت الجبنة دي اللي هي باندة بالاشتا. ماشي دي ليا. وجبت الجبنة دي. في البيت بقى لأي حد عايز فاندويتش. وده كمون بتلاتة وعشرين جنيه. دي الحاجات اللي انا جبتها من تحت. هطلع بقى اجيب الحاجة اللي انا اساسا جاية عشانها اصلا يعني. بس هجيب لبن رايب الاول عشان الغداء النهاردة رايب. يلا بينا. مع ده لبن رايب مزارع دينا. بسبعة وتلاتين جنيه. ماشي طبعا هنا ارخص بكتير. انا جبت اللبن ده لتاليا. واللبن ده ليا. ده رايب عشان لو في يوم مش قادرة اكل. آآ عندي حمودة عندي حاجة. وهو مفيد كمان جدا في الضايت. دي بسبعة وتلاتين جنيه مبارح. انا سأل عليها تحت البيت بستة واربعين جنيه. فطبعا فرق كبير قوي. فجبت منها اربعة. فكر اجيب واحدة كمان. هي هم اربعة كفاة. يلا بينا. طبعا جبت رفيق الدرب. كركدي عشان ضغط. وجبت خراولة. وجبت تفاح وجوافة وكيوي. وخيور. يكشي بس الواحدة يخس في الاخر. منتش طلع ولا. طبق الفراولة ده. باربعة وشرين جنيه. جبت كركديه عشان ضغطي. جبت اي تانية على الريكو. جبت البصل ده. البصل ده عندنا بتلاتين جنيه. هنا في الشكورة دي دولاربعة كيلو. هنا واقف بحوالي تمنتاشر جنيه. جبت القتة دي. طبعا حلوة قوي في الدايت. وجبت جوافة. وجبت تفاح وخيار وكيمي. دي حاجات المسموحة بس في الدايت. الفاكه الثانية بتتخن. يكشي الواحد يخس. يكشى لن مشرب كركديه ضغط يتزبط. يكشى بكل مبسوطة يا رب. ربنا يا رب كده ايه? يساعدنا كلنا اجواء رمضان هنا في المكان. تحفة بجد. حسن عايزة اشتري حاجات رمضان دلوقتي. بس انا اسطلنا احلام عشان نروح مع بعض زي كل سنة ونصور لكم فيديوهات وفلوجات وكده يعني. هروح دلوقتي اشوف الحاجة اللي انا طالع عشان هاللي هي ايه? انا عايزة اجيب بانطالون لنو ابيض. عشان عندي سويت شيرت ابيض وعايزة اعملوه زي طقم كده زي سوت. فهروح اشوفه لو لقيتو خير وبركة. ما لقيتوش اخط بعضي وراه وح عشان انا خلاص فرهدت ومش قادرة. وعندي طبيق في البيت وعندي ليلة وتالية بتعيت في الله بينا بقى. يا يا احلام انا مفتقدك يا قوي. حياتي من غيرك فاضية جميلة ريئة يا. مش تاريت حاجات وتسوقت من غير زن من غير يلا يلا اتأخرنا يلا يلا العيال بتعيت. بتفكرني بمقساتي البت احلام دي. يا وهركن ورسحكتي ويا. خلصت يا جماعة وهروح بقى. كفاية كده النهاردة. لو هعمل حاجة في البيت هبقى اكمل لكم الفيديو. يلا وبينا.